إلي خليني أروح لدكتور نفسي إيه الحاجات المفروض أشعر بيها علشان أخد خطوة أننا أروح لدكتور نفسي أو لو أنا محسيتش الناس اللي حوالي إزاي لو شافوا علامات معينة يقولوا لي أن أنت محتاج مساعدة نفسية تفضل يا دكتور من قديم أحضر في علامات كتير ممكن تدي ملمح إن الشخص ده محتاج زر الطبيب نفسي أولها أن يكون متعطل متعطل عن أداء سلوكياته بشكل طبيعي ممكن نلاقي الشخص بدأ ينعزل عن نفسه وينعزل عن اللي حواليه سريع الغضب سريع الانفعال كل أمور وماشي سريع الغضب دي ما هو ممكن يكون طبعه عصبي مزاجه عصبي لو لأنها زادة عن الحد عن الحد الطبيعي حتى لو هو طبعه كده لو لأنها زادة عن الحد الطبيعي لا دي ملمح إن فيه مشكلة عنده فيه ضغط نفسي هو بيعاني منه فيه أفكار بدأت تضغط عليه تلاقيه مثلا نمو بقى ليل أكله ليل أو زاد عنده قرق بقين عزل عن اللي حواليه أهم سما خالص إن إحنا لما نلاحظ إنه بقى فيه عطلة في الحياة إن أنا مش قادر أمارس حياتي بشكل طبيعي واللي حواليه برضو ملاحظين كده لأ إحنا كده محتاجين زيارة الطبيب نفسي لأن انت محتاج أن تبدأ تعديل أفكارك محتاج تبدأ تشوف إيه اللي معطلك إيه اللي موقفك في مكانك إيه اللي مخلي أفكارك ممكن تكون أفكارك مشوشة في الفترة دي أنت تمر بظروف معينة متغيرات في حياتك داخل على مشروع جديد أفكار جديدة عملالك لخبطة مش قادرة تتزن فمحتاج لأ محتاج تبدأ تساعد نفسك وتلجأ لمساعدة مش عيب خالص على فكرة والموضوع ده لازم ياخد شكل تاني وأعتقد إنه بقى فيه وعي عند الناس كتير دلوقتي إنه ملاحظوا فيه تغيرات مودي تغير شوية عندي مشاكل أفكار مشوشة محتاج إن أنا أحد يساعدني بدأ الوعي يزيد شوية وإحنا محتاجين برضو نسلط الضوء على الفكرة دي إن ده مش وصم تعار بالعكس أنت بتساعد نفسك إن أنت تدعى تتعايش بشكل متزن نسبيا مع المتغيرات اللي حواليك ومع الضغوط النفسية اللي أنت ممكن تكون بتمر بيها أي حد يمره بضغوط نفسي